دشن أمين عامل المجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون اليوم ومعه وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المهندس خليل عبد الملك العمل في تشغيل المحول الكهربائي ذات قوة خمسة ميجاوات بحق لبئر أحمد المائي بمديرية البريقة المقدم من منظمة كيل العالمية وأكد معاون أهمية تشغيل المحول الكهربائي الذي سيسهم في النهوض بعمل بئر أحمد المائي وزيادة ضخ المياه من الحقل المائي إلى مديريات عدن وتحسين مستوى الخدمة أو خدمة المياه المقدمة للمواطنين وأشهد بالدور المتميز لمنظمة كيل العالمية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية التي تمس حياة المواطنين ومساندة جهود السلطة المحلية في عدن بتحسين مستوى الخدمات الأساسية مثمنا الجهود الكبيرة المبذولة من جانب المهندسين والفنيين بمؤسستي الكهرباء والمياه في تنفيذ تركيب وتشغيل المحول الكهربائي بحقل بئر أحمد المائي حضر التدشين القائم بأعمال مدير حقل بئر أحمد المائي المهندس وجدي مام الطرف ومدير إدارة النقل ومحطات التحويل بالمؤسسة العامة الكهرباء المهندس علي الشرماني ترجمة نانسي قنقر